فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة وعلى جميع التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع يعني أن المخالفة لأهل الكتاب مطلوبة سواء كانت المخالفة في هذه المسألة الصبغ بالشيء هل هي علة مفردة أو أنها بعض علة علة أو أنها علة أخرى فالمطلوب حاصل على كل التقدير قال لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعمى من ذلك الفعل فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيفي أكرمه بمعنى أطعمه أو للشيخ الكبير وقره بمعنى أخفض صوتك له ونحو ذلك نعم الأمر قد يكون أمرا عاما مثل وقر الشيخ أو وقر الكبير يعني وقره بالكلام وبالفعل وبالاحترام أما إذا قال أطعمه فهذا أمر خاص وعلى كل فالمطلوب هو إجلال هذا الشخص هو إجلال هذا الشخص هذا في الأمر وكذلك في النهي إن اليهود لا يصبعون فخالفوهم خالفوهم لا يصبعون فالصبغ الذي هو المصدر ومنه الاشتقاق لا يصبعون الصبغ أمر مقصود أمر المخالف فيه مقصود فإذا كانوا لا يصبعون نخالفهم ولو كانوا يصبعون خالفناهم فلا نصبع فالمقصود مخالفتهم وعمل ما يخالف عملهم لألا يجرنا التشبه بهم إلى موالاتهم في الباطن